منذ تأسيسها سنة 1991 تقدم جمعية السكري وقايا وتكفل خدمات اجتماعية متواصلة حول التربية الصحية والتوعية بمخاطر رداء السكري والوقاية منها من خلال حملات تحسيسية وبمناسبة حلول شهر رمضان تعتزم الجمعية إلى جانب الحمالات التحسيسية المكثفة التي نظمتها قبل وخلال هذا الشهر الفضيل تنظيم أبواب مفتوحة لقياس نسبة السكري المراقبة الداتية ركيزة أساسية لأنه مرد السكري ولكن يجب أن يكون متوازنة يأخذ الدواء والرياضة تغذية متوازنة والمراقبة هذه المراقبة هي لتساعد المريض بس يرقب أن نسوه سكر طرع له أو لا هبطلو ومن خلالها تيمشي شوف الحالة ديالو اسمي تحسي فغيبوا بها هذه المرد خارجين ديال الجمعية كلهم بدون اشتتناء خدوة من الجمعية هذا ديال مراقبة بالمزان أنا مرد السكري مزمين ما كان سو موجة بنسي وده بس سيفطولينا الجمعية سيفطولينا بشغل تبديلين الآلط نحن من الناس القدامة هذه الجمعية سيفطولنا بشي بتدلو لنا الآلة كي بتدلوها لي كي تكون شي حاجة كأنك يعيطر لنا كنستفدو معهم لم يكن اختيار الجمعية الاشتغالة في مجال التحسيس بمخاطر داء السكري والوقاية منها بمحض الصدفة بل هو نتيجة لما قد تسببه الإصابة بهذا المرض من مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان كفقدان البصر وغيرها من الأمراض ويصنف داء السكري من الأمراض المزمنة التي تستلزم أخذ الأدوية واتباع نظام عيش متوازن والمواظبة على الفحوص الطبية وممارسة الرياضة اشتركوا في القناة